اهلا بحبيبنا مشاهدي برنامج معلومة همك النهاردة هنتكلم عن الخاص بس يعني احنا ما نستغربش لما نشوف صورة عاد الامام هو بيشاور على الاله بس اللي هو اله الموسيقى والرأس والملزات او زي ما كان بيسمي اله المسخرة وهنلاقي صورة تمثال الراجل بيد واحدة ورجل واحدة تعم كده ده اسمه بيسمو زجاد ماين او بالعربي اله منه دوت اله الخاص عند المصريين تقول لي اله الخاص ازاي المصريين عندهم لا يسموه اله الخاص لا هو اله الخصوبة تمام بس هم معتقدين ان هو منحهم الخاص لان الخاص له له قيمة غزائية عالية جدا كي انك بالضبط تشاري علبة فيتامينات من الصيدلين فيتاميناته معادل فهو كان معتقدين انه مسؤول عن زيادة الخصوبة عند المصريين فبالتالي اعتبروا ان منه ده المنحهم الخاص ومنه ده انه قصة ضريفة كده بردك لو اه او الهلكف السريع كده على طول. اه لو احنا بصينا هنلاقي هو ليه عنده ايد واحدة ورجل واحدة? كان في اه لو اي حد ما بتو من شغالين في السياحة جاي تشغال في السياحة ايكي لكم القصة دي ان كان فيه شاب اه في قرية من القرى المصرية كده اه كان عنده ايد واحدة ورجل واحدة فقامت الحارق فطبعا دوت قاعد في القرية تماما بقول الحروب كان بيستمر سنين كتير او جم لقوا اه القرية بعد عشر اخمسشار سنة من الحروب لقوا القرية مليانة اطفال كتير جدا. طبعا يعني الجنود اللي رجعوا يعني ما توصوش موتوب بس القصة بتاعته اتنقلت بعد كده كرمز للخصوبة والمصريين بعد كده اتخذوا منه الى طبعا يعني دي ان كانت من ضمن الحاجات الحاجات اللي موجودة عند القدماء المصريين طبعا ديات اه هنتكلم السورة الخاصية اللي موجودة اوصابنا دي ده الخاص البلدي او اللي هو الخاص الروماني اه الخاص الروماني طبعا هو سموه روماني لان هو اول اول ما نتكلم عنه اول ما نكتب عنه اه الرومان طبعا بس هو زورة في مصر في الاول خالص مصر القديمة من زمان جدا عشان كده اتكلمنا عن النبزة التاريخية الصغيرة خالص دي تمام؟ هنتكلم عن القيمة العلاجية والقيمة الغذائية للخاص الارق تمام؟ اه الناس كتير خاصاتهم كبار السن بيعندهم لغبطة في النوم الخاص الروماني البزر بتاع الخاص الروماني بيطلع لنا زيت لو انا استعملت من نوم واحد جرام قبل النوم يومي طبعا اه لو كلمنا عن قلة النوم ولغبطة النوم بتساب مشاكل كتير نرفازة عصبية ممكن تساب مشاكل في القلب حاجة مش كويسة جدا زيت الخاص اللي احنا شايفين دي عبوات بتصدر برا مصر ده الجيب شانلوتس سيد اويل اللي هو زيت بزر الخاص المصري شركة فاركوكت عملت منه كابسولات اسمها سيدان واحد جرام كابسولة واحد جرام من الزيت بيتاخد مرة قبل النوم خاص ممتاز جدا وامن خاصة للناس كبار السن مفهوش اي مشكلة وممكن نشتري بردك موجود عند العطارين اللي هو زيت بزر الخاص لو انا استعملت لكبار السن واحد جرام او يعني شوية صغيرين في معلقة معلقة شاي ربع معلقة شاي او حاجة زي كم انا مقدرش ان انا حدد واحد الجرام دية قوي او يعني لو معلقة شاي ربعها كده حاجة صغيرة خالص قبل النوم ممتاز طبعا من غاية دلوقتي احنا بنكلمش على القيمة الغذائية اللي قلتلكو تخلي الخاص كأنك بالزبط الخاصية اللي انت شارية دي كأنك بالزبط شاري علب الديتامينات من السيطالية بعض المواقع وبعض الاماكن دايما احنا بنقول ان احنا ما نقراش اي موضوع غير اذا كنا واثقين في المصدر اللي كاتب الموضوع ده وبيكلم عنه طبعا كده هنا في مجلس ما مجلة حياتي على النت حياتي للمرأة والجؤون الحياة كانوا جايبين كتبين ان الخاص البري له تأثير يوجب لتأثير القفل في تسكين جميع الالام وافضل مسكن شراري الطبيعي سبحان الله طبعا هم محطين صورة لايه السريس ده مش خاص ايه مش خاص بكا خاص البري الصورة بتاعته موجودة على اليمين الخاص البري بيستعمل الخلاصة بتاعته بتستعمل في علاج القحة طب اي علاقة الراجل كاتب الافيون هنا هو مجرد ان هو ارى ترجم مقال كده من على جوجل ترانسليت تمام كده الخلاصة بتاعت الخاص البري اسمها لوتس اوبيام اللي هو بيسموه افيون الخاص هو مهوش افيون هو شبه الافيون الخلاصة بتاعته شبه الافيون فعشان كده سموه افيون الخاص انما هو مهوش مسكن زي الافيون بيستعمل للكحة طبعا دوت الخاص البري اللي احنا عايزين ندور عليه لو كتبت الخاص البري يمكن ما يطلع عليش صورة اسمه اللي اسمه العلمي بتاعه اللاكتوكا فيروسا اللاكتوكا مش اللاكلوكا ها اللاكتوكا انا شايف واحد في اخر في اخر اهو بيتفرج عليها ويقول لاكتوكا لا مش لاكلوكا لاكتوكا اه القيمة الغذائية للخاص القيمة الغذائية اللي خلت القدماء المصريين اجدادنا القدماء المصريين يعتقدوا طبعا ما كانوش مقطئين انه هو حاجة لان طبعا انا معايا كل فيتامينات معايا معادن ومعادن ندرة معايا فيتامينات بتركيزات عالية جدا تمام كده ومعايا كمية دي من الالياف طبعا حاجة اه حاجة بتحسن الصحة العامة وطبيعي طبعا بالتالي بردك اتحسن القصوبة نتيجة وجود فيتامينات هيه وسيلينيوم اه وصادنا هم موجودين لو انا بشتري دلوقتي وانا نزلت السوق هلاقي عندي اكتر معين مشهورين اللي هما كريسب هيد اللي هو الكابوتشا والرومان اللي هو الخاص البلدي تمام بيسمه خاص روماني او الخاص البلدي تمام كده هلاقي عندي نسبة الالياف الالياف الغذائية اللي موجودة في الخاص الكابوتشا نص اللي موجود في الخاص الروماني والالياف دي مهمة جدا لعملية الهضم وتنظيم حركة تنظيم حركة المعدة خاصة الناس كبار السن ده مبقى عندهم مشاكل فهمني ومساك بسبب موضوع ايه الروماني موجود في ضعف الكمية اللي موجودة في اسمه ده في الكابوتشا هلاقي عندي هلاقي عندي الحديد نفس الكلام ضعف الكمية هلاقي عندي منجنيز هلاقي عندي فوسفاد بوتاسيوم صوديم زينك نحاس وانها هي معاة الندرة فهمني زي السلينيوم اللي انا قلت لكم مهم للخصوضة هلاقي عندي هنا بقى في السلينيوم يعني في حاجات قلنا تبقى موجودة ضعف في حالة السلينيوم موجود اربع اضعاف اللي موجود عندي في الخاص البلدي اربع اضعاف اللي موجود في الكابوتشا فيتامين الف هلاقي عندي فهمني عشر اضعاف موجودين في الخاص البلدي وعشر الكمية موجودة اقل واحد يعني عشر اضعاف موجودين في الخاص البلدي ولا عندي فيتامين بستة وعندي فيتامين كيم وفيتامين ها تمام كده لا عندي كميات غاني جدا الخاص الروماني بالفيتامينات ولا عندي مجموعة فيتامينات اللي هي الفوليت والنياسين والفنتوثينيك اسد لاي فانا حرام علي يا فهمني ان انا اشتري فهمني الخاص الكابوتشا ده لمجرد ان شكله كده لزيز وظريف عشان اضعها السرطة ده انا عندي حاجة مليانة فيتامينات مليانة معادن خدماء المصريين لما اعتقدوا ان الهي الخصوبة اللي هو منه وهبلهم الخاص عشان يحسن خصوبتهم ما كانوش غلطانين ان كل كميات المعادن والفيتامينات ده هي بالتركزات العالية جدا طبعا انا بتكلم عن روماني ما بتكلمش عن الكابوتشا اللي عايز يجيب الكابوتشا الكريسبهيد ده براحته انما انت بتحرم نفسك من يعني كأنك بالضبط شاري فيتامينات من الغالية اللي موجودة في الصيدة كل الفيتامينات والمعادن ديا لو هنفرض ان محمد رمضان اللي بشرح لنا كلمتين دول الروماني هيقول للي ايه كريسبهيد محسوبك كمبيلت فيتامينات الناس طبعا ما تنساش تشيرك على قناة تفعل زر الجرس تشير تنشر المعلومة الصح المعلومة المهمة ديت تمام كده للي يحبوهم ولو عايزين معلومات بقى باستمرار فمن ياريت بردك الناس ما تنساش تدوس على ايه على زرور اللايت لعجاب ولو حد عايز يسأل في اي حاجة حتى في الادوية في الادوية اللي في الصيدلية كان طبعا كان معاكم الدكتور مصطفى حجازي مدرس العقاقير والنباتات الطبية وكلية الصيدلة جامعة الازهر اللي حتى عايز يسأل في النباتات الطبية المنتجات العشبية مستهدر الصيدلية حتى انها رد علي شكرا لكم كتير